الأسبوع السابع والعشرين من الحمل الملاحظات الهامة خلال هذه الفترة ما يأتي يكون هناك تحسن فيما يتعلق بصعوبة التنفس وذلك لأن رأس الجنين تكون للأسفل من يقلل من الضغط الواقع على الحجاب الحاجز يدفع الرحم البطن إلى الإمام بشكل كبير لذلك يكون الاتزان الآن غير سليم ويجب أن تكون حذرة عند القيام بالأنشطة الروتينية تزداد الرغبة الجنسية في هذه الفترة ولا يوجد مانع في ممارسة العلاقة الزوجية خصوصا إذا كان الحمل سليم يمكن الشعور بحركات الجنين بشكل أكبر قد تعاني الحامل من تشنجات في عضلات الساقين وأسفل البطن ولكن من ألمهم التمييز بينها وبين الأم المخاض يجب إيجاد وضعية جيدة للنوم للحصول على قستكاف من النوم كما يجب الحفاظ على نظام غذائي صحي يجب إخبار تقلصات البطن قوية فيجب عليك إخبار طبيبك للتحقق من أن تلك ليست الأم المخاض قبل الأوان يجب أخذ الحيطة والحذر عند تغيير الوضعية من الجلوس إلى الوقوف خصوصا إذ كانت الحامل تعاني من دوخة ناتجة عن انخفاض في ضغط الدم تطور الجنين في الأسبوع السابع والعشرين من الحمل يكون تطور الجنين فيهذه المرحلة كما يأتي يبلغ وزن الجنين حوالي 0.87 كيلوغرام وطوله حوالي 36.6 سنتيمتر يمكن للجنين الآن سماع الأم وسماع من حولها يستجيب الطفل للأصوات المختلفة مثل ضربات القلب والضجيج وتشعر الأم باستجاباته والتي تكون على شكر قفزات يمكن للجنين الآن أن يرى ولكن بشكل غير واضح يمكنه من التمييز بين الضوء والظلام يجب الانتباه بشكل جيد إلى علامات الولادة مثل الأم المخاضي وغيرها وإذا كنت تشعرين بشيء مثير للشكوك راجعي الطبيب فورا فحوصات الأسبوع السابع والعشرين من الحمل من الفحوصات الهامة خلال هذه الفترة ما يأتي إجراء فحوصات متابعة الحمل الروتينية لدى الطبيب مثل ضغط الدم والنبض والوزن ووجود الألوذمات إضافة إلى قياس حجم الرحم وملاءمته لأسبوع الحمل وما إذا كانت الأم تشعر بحركات الجنين إجراء فحص الموجات فوق الصوتية الروتيني للتأكد من نمو الجنين بطريقة طبيعية وسليمة وتحديد كمية أسائل أسلوي ومشاهدة حركات الجنين إجراء الفحوصات الألمخبرية الهيمغلوبين وفحص البول العام والمستنبت وفحص الأجسام المضادة للعامل الريزيسي إجراء فحص تحمل الغلوكوز للكشف عن احتمالية الإصابة بسكر الحمل